ما ان اقترب وقت دوام الطالبة في المدارس حتى بدأت القرارات تتضارب فيما بينها فتوجيهات غلية الازمة والوزارة اعطت اربعة ايام للدوام وبعدد طلاب لا يتجاوز الثلاثين طالبا بالصف الواحد والمدارس لا تستوعب ذلك مما يستوجب تقريص الدوام لثلاثة ايام فقط على حد قولي نقابة المعلمين سيكون هناك قرار من لجنة الصحة والسلامة في العراق الى وزارة التربية وعلى اساس هذا القرار سيتم تنظيم الدوام في المدارس واعتقد انه سيكون عدد الصف يجب ان يكون لا يتعدى ثلاثين طالبا ويكون في المدارس المزدحمة يقسم الدوام ثلاثة ايام بثلاثة ايام لكي تسيطر المدرسة على عدد الطلاب في الصف واما المدارس التي ما بها اكتظار في الصف سيكون فيها الدوام طبيعي جدا الادارة المحلية توجه بان الفترة الماضية سنزفت من واقع التعليم ونحتاج لتعويضها اكثر بان يكون الدوام الرسمي ستة ايام لعادة نشاط العملية التربوية اما المواطن فيطالب بعادة النظر بهذه القرارات واتخاذ الاصلح فالحياة بات طبيعية وسط ازمة الكورونا فلماذا التعليم يبقى مستهدفا وايامه قليلة حقيقة كنا نأمل انه يكون الدوام على مدار الاسبوع وباعتبار الان كل ما كان مشمول في الغلق والحضر الجزئي بالنسبة لمسألة كورونا تم رفع ملاعب عادة الجماهير وشوارع المولات الكوفيات كلهم فتحت وبالتالي بقيت فقط المدارس مرت علينا سنتين حقيقة صعبة وبالذات المراحل الاولى من الابتدائية يحتاج الى تعليم حضوري ومستمر بل نحتاج حتى انه نرفع اطلة يوم السبت حتى نعوض ما فات باعتبار الان اللي بالمرحلة الثانية يحتاج مراجعة نرجو من وزارة التربية والجهات المعنية باعادة النظر بالدوام الكامل الحضوري للطلبة خصوصا وان الحياة باتت طبيعية وكل مجريات الحياة هي طبيعية الا التعليم عندما نصل الى التعليم نتوقف وبذلك يعتبر مخاطرة بصحة التلاميذ والطلبة التعليم واحد اهم ركائز المجتمع وبه تتلاقح افكار دول والاجدر بان يستحصل اهتمام المعنيين دون غيره لمجتمع ناجح يفتخر به البلد من كربلاء جاسم الهميم التغيير